السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوتي الأعزاء كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال نحب بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعفية وأحوال تما وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر مستجدد اليوم الأخوان خبر عجل تم هلاك قيادي في المرتزقة بوليزاريو وكذلك الأخوان كان معه مجموعة من العناصر بوليزاريو بقمعي الأخوان شوفوا التفاصيل ولكن قبل دائما كانت منكم أن تكتروا من اللايكات تكتروا الإخوان من الإعجاب والبرتاج ولأول مرة شفت القناة وعجبوا المحتوى دائما مع القضية المقدسة عند الشعب المغربي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يليث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله تحية لكم الإخوان كبيرة تحية الجنود المغربة في الصحراء المغربية كيدفعوا على طرابهم وعلى أرضهم وعلى وطنهم تحية لهم كبيرة على بركة الله سوف ندخل الصور بالموضوع إخواني أخواتي تم هلاك أو تم التبندير جديدة لقيادي في المرتزقة بوليزاريو وكذلك كانوا معه مجموعة من العناصر اللي إخواني أخواتي تم تسريب صورة وكذلك اسم من تندوف إخواني أخواتي والصورة أمامكم ودائما الإخوان القاعدة معروفة أي مرتزق سيقرب المنطقة العزلة المصير ديالو الإخوان سيكون الهلاك ثم الهلاك أي محاولة للتسلل أو أي محاولة للاقتراب والاستفزاز سيبندل وهذا الشي الإخوان بسبب الطيش ديال القيادين ديال البوليزاريو وكذلك بسبب الطيش ديال كبرانة العجزة بطبيعة الحال مو هما المحردين ديال البوليزاريو أو الداعمين ديال البوليزاريو ويوم على يوم الإخوان كيتم تبندير ديال العشرات ثم العشرات وفي أي محاولات يعني محاولة محاولة انتحارية دائما الإخوان اللي قرب المنطقة العزلة سيكون المصير ديالو الهلاك وبطبيعة الحال دائما طائرة المسيرة لهم بالمرصاد وها هو قيادة آخر تم تبندير ديالو وتم الهلاك ديالو اليوم كانت ضربة قوية لهم لأن القيادين ديالهم سافيت سلو يوم على يوم كيتم الهلاك ديال قائد مراقائد والآن المنطقة العزلة منطقة العزلة رجعت نقية وهذا بفضل الطائرة المسيرة اللي ما كيستدعي لا جهد ولا عناء ولا احتشي حاجة يعني الطائرة هم طائرة وجدة لهم بالمرصاد وأي شيء أي محاولة للاستفزاز أو محاولة للتسلل أو القرب أو تقرب من المنطقة العزلة سيكون مصير الهلاك يعني هذا الجراطيم وهذا المرتزقة اللي كانوا يأتي ويديروا أعمال استعراضية يعني أمام المنطقة العزلة كمحاولة لتسلل أو محاولة القرب من المنطقة العزلة كانت الحكومة المغربية وجلالة الملك محمد السادس والقوات المسلحة كانت معهم واضحة يعني أي عمل استفزازي فالرد سيكون قاسي وقوي واني أخوتي لا لحظت هدي يومين والمرتزقة البوليزاريو في مواقع التواصل اجتماعي كيخارجين بأخبار تم قسف الجيش المغربي هناك قتلة وهناك جرحة هذه بطبيعة الحالة الأخوان الصحافة السندلية وكذلك الإعلام الاسترزاقي والإعلام الكاشير وهذه قاعدة معروفة هذي قاعدة معروفة غير كيكتروا الكلام على الجيش المغربي تم القسف تم القتل هناك قتلة هناك جرحة أوتوماتيك موالإخوان كان عرفوه باللي كينا شي تبنديره قوية لهذا سندلستان وهذا الإعلام الاسترزاقي كيبغي يغطي على شي موصيبة كذلك تابش يسمعوا دوك الناس ديال تندوف باللي سندلستان أو البوليزاريو المرتزيقارهم كيقصفوا الجيش المغربي وراء كيقتلوا الجيش المغربي وراء تم قتله وثم جرحة ولكن هذه قاعدة معروفة عندنا غير كتنود البلبالة وكينود بزاف ديال الهضرة وكينود صندلستان قتلنا وفعلنا والهلاك نعرفو باللي مصيبة كينا وليوم الإخوان خرج الخبر ديالتبنديره أو هلاك ديالواحد القيادي في المرتزقة ديال بوليزاريو وكيما تشاركت معاكم تم تسريب صورة ديالو وكذلك الاسم ديالو إخواني أخواتي ما بقى لنا غير نقولوا الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة إلا الله دائما الإخوان تحية كبيرة للجيش المغربي وتحية كبيرة القوات المسلحة الملكية اللي حاليا راه في الصحراء المغربية كالدفع على أرضها وعلى وطنها وعلى طرابها تحية لهم كبيرة وكذلك ما نساوش تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائد البلاد والله يخليه لنا والله ينصروا لنا وتحية لكم كبيرة المتتبعين الأفية شكرا جزيلا لدعم دلكم القناة والحضور دلكم الدائم والكلام الطيب حقي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأعزاء ما تنساوش تعاليق ديالنا الوطن يا الله الوطن الملك وصحراء مغربية إلى أن يليث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لعاش من خانه ولا غالب إلا الله القرى في الصحاري الشدة أرضنا جنة وارف باللعى وإلى حضر لمن جاء يعجل لعى نحن فيها العماد نحن فيها العماد يا أخي في السنة يا أخي في الكفا دع يدك في يدي وافتق الأرض والشدي نحن ربكم ردي دائما نفسدي دائما نفسدي في الدماء الوطن شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة